رحبت مصر بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وما تضمنه من تبادل للأسرى والمحتجزين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وعودت النازحين بشكل آمن إلى منازلهم فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين وجددت وزارة الخارجية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع دعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جدة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو شروط ترجمة نانسي قنقر